أقدم شخصان صباح اليوم على تنفيذ عملية سطو مسلح على فرع بنك تجاري الأردني في منطقة اليارموك بالعاصمة عمان الناطق الإعلامي باسم مدرية الأمن العام قال إن بلاغاً ورد بدخول شخصين أحدهما مسلح ويرتدي ملابس نسائية دخلا إلى فرع البنك في منطقة واد الرمم حيث قام بسلب مبلغ 53 ديناراً تحت تهديد السلاح وفر من المكان مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تباشر تحقيقتها للقبض عليهما بحدود الساعة 11 و11 دقيقة فات أحد المنقبين إلى البنك ورفع السلاح وطالب في النقد الموجود على الكاونتر وتعاملنا مع الحدث بكل حرفية وموضوعية كونه جميع فروعنا أصلاً مغطية بالكاميرات وموظفين الأمن والحماية جميع موظفين البنك التجاري مدربين على التعامل مع هذه الحالات كان فيه صندوق أحمر موجود على الكاونتر خام الموظف الموجود خلف الكاونتر بإعطاءه الصندوق كما طلب وكل الحالة أصلاً دقيقة ونصف كادت بعد تجارد نحن بعد حضور رجال الأمن وتجارد الكاش الموجود عندنا تبين أنه الصندوق فيه حوالي 52 دينار فقط لغير